المجمل الدراسات طلع أن المرأة تصاب بالاكتئاب والقلق ضعف الرجال أو نساء يصابوا ضعف الرجال ضعف الرجال آه وده في كل الثقافات يعني لو كنا عملنا مثلا في الثقافة العربية أو الشرقية أو حاجة كنا قلنا مثل الستات متعرضين لقهر والستات مش ياخدين حقهم مش حافية وكلام من ده إنما طلع أنه دي حاجة world wide في العالم كله فإذا نبقى فيه عوامل مشتركة في العالم كله تجعل المرأة ضعف الرجال الضيفة الكريم من كويت الأستاذ سعد سعد الرفاعي رفاعي كلمة كلام جميل جدا أولي عجبني وأنا قاعد بسمعه هو قال نقطة مهمة بيقول المرأة ليست ضعيفة كما يتخيل الناس أو صورة نمطية أن المرأة ضعيفة وعندنا نقول مكسورة الجناح أو يقوله دي ولية ولية بمعنى أنها غلبانة وضعيفة لا هي المرأة ليست ضعيفة ولكنها حساسة أكثر حساسية ويمكن الحساسية دي بتساهم كتير في أن المرأة تصاب بالاكتئاب وبالقلق كمان المرأة تتأثر كثيرا بالعلاقات يعني الرجل ما بتأثرش فيه أو العلاقات يعني حد راح حد جاء مش مشكلة أو يعني لأن الرجل الأهم عنده الإنجاز أنه ينجز أنه ينجح أنه يعمل حاجة المرأة لأ الإنجاز عندها رجل عملي 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 السيد لا العلاقات وتعلقاتها كثيرة جدا تتعلق بأبوها وأمها أكثر من أخوها الولد تتعلق بزوجها تتعلق بأطفالها أكثر من أبوهم تتعلق بخلاتها وعماتها وصحباتها والحاجات دي كلها وكتر التعلقات دي بيصبها بآلام الفقد بتصيب أثار عندها لأن العلاقات قابلة للفقد فأي كسر العلاقة أو أي فشل العلاقة في حياتها بيعملها جرح ويبكن يفضل معها سنين فده من الأسباب اللي تخليها تبقى أكثر عرضة للاكتئاب حتى دلوقتي زي ما بيقولوا كده السترونج اندبندن فومن ببعضة عندهم عرضة للموضوع ده بالضبط ده كلام يعني مفيش حاجة اسمها اندبندن هي برضو محتاجة لناس كتير حواليها